اشتري سيارة فراري بالعالمية الثانية التي شارك فيها والتي تزامنت مع خدمته العسكرية وتخصص في شراء ما تبقى من عربات الجيش لتحويلها إلى جرارات وهو المشروع الذي لقي نجاحا كبيرا وبفضله حصل على الكثير من المال الذي سمح له باقتناء العديد من سيارات الفرار الرياضية والتي كانت تعاني باستمرار من مشاكل ميكانيكية بعدما سئم من هذا الوضع اتصل شخصيا بإنزو فراري ليشتكي له لكن هذا الأخير لم تعجبه البادرة ووصل به الأمر إلى الرد على فيروتشو بأنه كيف لصنع جرارات أن يعلمه كيفية صنع السيارات الرياضية وأصار هذا الرد غضب فيروتشو لامبورغيني الذي قرر اختراع سيارة أفضل من الفراري بعد ثلاث سنوات من العمل بدأ تشغيل أول مصنع صغير في سانتا جاتا على بعد 25 كيلومترا من بولونيا المكان الذي يقع فيه أهم مركز لتصنيع سيارات الفراري وهكذا ظهرت أول سيارة لامبورغيني في التاريخ السيارة المتفوقة على الفراري في كل العيوب التي انتقدها فيروتشو وهذا هو سبب إعدادنا لهذا الفيديو وذلك حتى نعرض لكم اليوم عشر سيارات لامبورغيني الأكثر وحشية في العالم تم اقتباس اسم هذه السيارة الرياضية الفائقة بعد مشاهدة المصمم للنموذج الأولي الذي كان يعمل عليه فيروتشو لامبورغيني ليقترح لهذه السيارة اسم كونتاتش وهي كلمة من اللغات العامية في بولونيا ليس لها ترجمة حرفية إلى باقي اللغات وهي كلمة يشيع استخدامها في هذا البلد من قبل الرجال لمدح النساء الجميلات وهكذا يكون المصمم قد كسر تقاليد تسمية نماذج اللامبورغيني بأسماء لها صلة بعالم مصارعة ثيرهان استغرق انتقال الكونتاتش من نموذج إلى سيارة ثلاث سنوات وطرأت عليها العديد من التغييرات الميكانيكية حيث تم استبدال الشاسئ أحادي القالب بواحد متعدد المصابية كما تم استبدال محرك V12Z الخمس لترات وقوة أربعمائة وأربعين حصانا بمحرك V12Z أربع لترات بقوة ثلاثمائة وخمس وسبعين حصانا ومع ذلك كان انتاج هذه السيارة بمثابة ولادة أسطورية في عالم السيارات الرياضية الفائقة السرعة بعد عدة إصدارات انتهى انتاج اللامبورغيني كونتاتش سنة ألف وتسعمائة وتسعين وفي هذه السنة بالضبط تم استبدالها بسيارة لامبورغيني ديابلو ورغم ذلك ما تزال لامبورغيني كونتاتش إلى يومنا هذا تتمتع باعتراف واسع من قبل محبي السيارات رأينا في عالم السيارات جميع أنواع السيارات الرياضية البعض منها مر علينا مرور الكرام دون أن يلاحظها أحد والبعض الآخر حفر في ذاكرتنا أداءها الممتاز ولكن عددا قليلا منها أصبح رمزا خالدا والمثال الأوضح لذلك هي الأسطورة لامبورغيني ديابلو لم تكن هذه السيارة مجرد عينة من اختراعات التسعينيات بل كانت مشروعا طموحا جدا يهدف إلى استبدال وتحسين كل شيء في سيارة لامبورغيني كونتاتش خلال سنة 1990 راود المدراء التنفيذي للمبورغيني حلم بخصوص صناعة سيارة لا تقل سرعتها القصوى عن 320 كم في الساعة وبالفعل تمكن المهندسون من تحويل هذا الحلم الواقع ملموس سيارة رياضية بسرعة 320 كم في الساعة وبسرعة إقلاع من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 4.5 ثوان فقط غازت اللامبورغيني ديابلو قلوب جماع عشاق السيارات وكانت هذه السيارة الفائقة الجديدة فتحاء ومرخفضة وعصرية كباقي أسلافها لذلك سرعان ما تحولت إلى واحدة من أكثر السيارات الرياضية الفائقة شعبية من قبل جماع عشاق المحركات بعد لامبورغيني كونتاتش ولامبورغيني ديابلو لا شك أن السيارة الخارقة في سلالة اللامبورغيني هي لامبورغيني مورتسياراغو في البداية كانت بمحرك V12 بسعة 6.2 لتر وبقوة 580 حصانا والذي مكنها من الانطلاق من صفر إلى 100 كم في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط وتصل سرعتها لأكثر من 330 كم في الساعة ولكن بعد النسخة الأولى من لامبورغيني مورتسياراغو تم تطويرها شيئا فشيئا حتى تحولت إلى وحش جامح وهو الأمر الذي تسهل معينته من خلال النظرة الأولى إلى إصدار ASV التي تم عرضها في جنيف سنة 2009 بعد كل التحسينات والتطويرات التي تم إدخالها على هذه السيارات إنعكس ذلك إيجابا على مظهرها وعطائها بشكل ملحوظ وذلك بفضل محرك V12 المحسن بسعة 6.5 لتر وقوة 670 حصانا بوزن أقل وديناميكية هوائية مطورة بطريقة جذرية تمكن مهندسون لامبورغيني من إحسان صنع هذا الوحش الإسفلتي الذي وصلت سرعة إقلاعه من صفر إلى 100 كم خلال 3.2 ثانية فقط وبسرعة قصوى وصلت إلى 340 كم في الساعة سابعا لامبورغيني سيستواليمانتو تعتبر هذه اللامبورغيني تحفة هندسية خفيفة وتظهر تجربة رائعة للامبورغيني في جماع المجالات يشير اسمها إلى العنصر السادس في الجدول الدوري وهو الكربون الذي استخدمت أليافه بنسبة مرتفعة في تصميم هذه السيارة بهدف تخفيف وزنها وبفضل هذا أصبحت لامبورغيني سيستواليمانتو تزن 999 كيلو جراما بما في ذلك محركها V10 بسعة 5.2 لتر وبقوة 570 حصان وسرعة إقلاع من صفر إلى 100 كم خلال 2.5 ثانية فقط وتصل سرعتها إلى 345 كم في الساعة سادسا لامبورغيني فينينو تبدو اللامبورغيني في هذا الإصدار وكأنها سيارة باتمان ولكنها ليست كذلك ومع ذلك فأنت بحاجة إلى أن تكون باتمان لتتمكن من دفع أكثر من أربعة ملايين يورو لتحصل على واحدة من هذه الجواهر النفيسة تم تقدمها في معرض السيارات بجونيف في مارس سنة 2013 اعتمد تصميمها على اللامبورغيني أفينتادار والذي يركز بشكل أساسي على تحصل أفضل كفاءة هوائية ممكنة وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في المنعرجات لتزويد السائق بتجربة قيادة مماثلة التي نراها على حلبة السباق حيث أن قوتها تناهز 750 حصانا بمحرك V12 سعته 6.5 لتر بفضل هذه المؤهلات يعتبر أداؤها وحشيا حيث تستغرق سرعة إقلاعها من صفر إلى مئة خلال ثانية ثانية وسبعة أجزاء من الثانية فقط وتصل سرعتها القصوى إلى 355 كم في الساعة كانت هذه اللامبورغيني ابتكارا رائعا للعلامة التجارية الإيطارية من أجل الاحتفال بذكر تأسيسها الخمسين هيكلها مصنوعا من عدة مواد مثل الألومنيوم والياف الكربون لترك مساحة لركب واحد فقط تشبه هذه السيارة من الداخل بكل أجزائها لأخرى الطائرات المقاتلة يتموقع محركها في مركز السيارة وهو من نوع V12 بسعة 5.2 لتر وهو نفس المحرك الذي تحتوي عليه اللامبورغيني كاياردو رغم أن قوة اللامبورغيني إيجويس تنهز تقريبا 600 حصان إلا أنه لغاية يومنا هذا لا تزال سرعتها القصوى وسرعة انطلاقتها مجهولتان لأن هذه السيارة مجرد قطعة من المعرض ولكن من يدري ربما يقرر يوما ما إخراج وحش الإسفلت هذا إلى قائمة السيارات الأقصى متعة رابعا لامبورغيني سانتناريو بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد فيروتسيو لامبورغيني تم تطوير وحش الإسفلت المعروف بلامبورغيني سانتناريو وهو نسخة خاصة لم يلتزم المصممون بمعايير محددة لإنشائه لذلك تمتعت سيارة لامبورغيني سانتناريو بالبطاقة البيضاء في تطويرها وبالتالي إصارة مشاعر كل محبي السيارات من حيث القدرات التقنية فهي تتوفر على محرك فيتوالف بسعة 6.5 لتر وقوة 770 حصاناً هذه القوة تساعدك على الانطلاق من صفر إلى 100 كم في أقل من ثلاث ثوهن وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كم في الساعة وبالطبع توجد هذه السيارة الرياضية الفائقة في العديد من الإصدارات وبدون شك فإن اللامبورغيني سانتناريو هي وحدة من أروع سيارات اللامبورغيني في تاريخ ماركة الثور ثالثاً لامبورغيني هوريكان بيرفورمانتي تعد هذه اللامبورغيني أفضل بكثير من لامبورغيني هوريكان ساندار وهذا طبعاً بفضل جهد التقنيين الذين عملون بجد لتطوير العلامة التجارية الإيطالية حيث تم التركيز على تطور الجزء المعروف بمجموعة الآيرو ديناميك الذي يحتوي على مصد أمامي للصدمات وعلى منافذ هواء كبيرة بالإضافة إلى الجناح الخلفي الهائل هناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام في سيارة اللامبورغيني هوريكان تتمثل في محركها الفيتوالف بسعة 5.2 لتر والذي ارتفعت قوته من 625 إلى 649 حصاناً بفضل كل هذا تستغرق سرعة إقلاع هذه السيارة من صفر إلى 100 كم في الساعة في 2.9 ثانية فقط إذا لم يقع أي منكم بعد في حب وحش الإسفلت هذا دعني أخبلك أيضاً أنها توجد بنسخة سبايدر ماذا تريد أكثر من هذا؟ ثانياً لامبورغيني أفنتدار SVG هو تطوير لإصدار أفنتدار ساقا الذي يسعى لتحقيق كفاءة عالية على حلبة السباق وبهذا أصبحت اللامبورغيني أفنتدار SVG أسرع سيارة اخترعها مصنع الثور من الناحية الفنية فإن هذه اللامبورغيني مجهزة بمحرك فيتوالف الوحشي بقوة 770 حصاناً بنظام الجر الكلي أما بقية الأرقام فليست أقل إثارة للإعجاب بسرعة تفوق 450 كم في الساعة وسرعة انطلاق من 0 إلى 100 في 2.8 ثانية فقط ووزن يقل عن كيلوغرامين لكل حصان مقارنة مع قوتها تجدر الإشارة أيضاً إلى أن وحش الإسفلت هذا قد أصبح أسرع نموزج في الحلبة الأسطورية بين نوربورغين حيث تمكن من أداء دورة كاملة على الحلبة في 6 دقائق و44 ثانية وبهذا يكون قد تمكن من انتزاع اللقب بقسوة من ملك الطريق حتى ذلك الحين بورش 9-1-1 وأخيراً لامبورغيني تيرزوم ميلانيو يجعلنا اسمها نتخيل أنفسنا في سنة ثلاثة آلاف لكن لحسن حظك لن تضطر للانتظار كل تلك الوقت لتشاهد كل التكنولوجيا المطبقة على هذه السيارة الرياضية الفائقة والوحشية إنها سيارة كهربائية 100% بالنظام دفع يعتمد على أربعة محركات واحد منها موصول بعجلات السيارة على الرغم من أن قوة هذه السيارة الوحشية لا تزال غير معروفة إلا أن الجانب الملفت للمبورغيني تيرزوم ميلانيو هو هيكلها حيث طورت لامبورغيني بشركة مع الميد شاسيه وهيكل مصنوعان من ألياف الكربون التي تعمل كنظام تخزين كامل للطاقة وقد تم تصميم هذا الهيكل ليكون قادرا على دمج خلايا تراكم الطاقة بين لوحاته ويمكن أيضا إصلاحه ذاتيا في حالة تلف الهيكل ولا شك أن السيارة التي تأخذنا خطوة إلى المستقبل تبين لنا كيف سيكون عالم السيارة غدا إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم اشتركوا في القناة